أرحبا طلب مني حل مسألة متعلقة بالتدفقات النقدية المخصومة discount cash flow طيب هاي التدفقات النقدية المخصومة هي خلينا نعرف عنها هي طريقة لتقييم ربحية الاستثمار عن طريق استخدام القيمة الوقتية للنقود طيب الهدف من هاي التدفقات النقدية المخصومة إنك أنت بتحسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية تمام المتعلقة بالاستثمار المدروس سواء كانت أرباحا أو تكاليف حتى تعرف الربحية من هذا الاستثمار بشكل فعلي فيستخدم عادة هو في تمويل الاستثمار في موضوع التطوير العقاري في موضوع الإدارة المالية للشركات باستخدم اللي هي NPV Net Present Value الآن Net Present Value هو مقياس مالي للحصول على القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية يعني أنا باستخدم ال Net Present Value مشان أحسب القيمة الحالية لتدفق المدفوعات في المستقبل فبالتالي عادة باستخدموها في موضوع عداد الميزانيات ولمقارنة إذا كان الاستثمار اليوم سيولد يعني رح يعطيني تدفقات نقدية إيجابية في المستقبل تمام؟ طبعا القيمة كل ما زادت كل ما كانت عندي أحسن يعني Higher Net Present Value is better than a lower one كل ما زادت القيمة كل ما كانت عندي أحسن من القيمة المنخفضة طيب هذا بما يتعلق بمصطلحين طبعا هم شوية Finance أو مالية الآن رح نحكي في مسألة موجودة أمامنا هون ركزوا معي شوي حتى تكون العملية واضحة الآن في عندي شركة Trap Logistics بغض النظر عن اسم الشركة هاي الشركة عندها قرار يأنه تستأجر مستودع لمدة ثلاث سنوات قادمة أو أنها تحصل على المستودع من السوق الفوري بسعر السوق يعني اليومي أو الفوري كل عام إذن الآن في عنا قرار يا أنه بستأجر المستودع لمدة ثلاث سنوات قادمة أو أنه بحصل على المستودع من السوق الفوري كل عام يعني كل سنة بسنتها أنا بستأجر هذا المستودع طيب الآن في عنا بعض الأرقام لازم ندقيق عليها يعني حجم التعامل مع الطلب بحكي لك عندك ميت ألف يونت لكل سنة تمام حجم تعاملاتها ميت ألف يونت بيرير أو كل سنة لمدة ثلاث سنوات قادمة طيب تاريخيا بحكي لك أنه عادة بدك ألف قدم مربع كمساحة تخزين أوكي كمساحة تخزين في المستودع لكل ألف يونت من الطلب واضح؟ لكل ألف يونت من الطلب إذن في عنا أرقام مهمة هون بدنا نركز فيها أنه حجم تعاملات الشركة 100.000 يونت بيرير ميت ألف وحدة لكل سنة تمام من الثلاث سنوات القادمة عنا مساحة تخزين تاريخيا أنا بدأ أرجع على الهيستوري ألف قدم مربع بخزن فيهم ألف وحدة من الطلب طيب هاي الأرقام اللي هي موجودة إيش؟ موجودة أمامنا طيب بدنا نكمل في المسألة وتحكي لك أنه الإيرادات اللي بتتحققها تمام؟ من كل وحدة من كل وحدة إيرادات أنا بحقق تمام؟ اللي هي 1.22 دولار لكل يونت تمام؟ الإيرادات اللي بتجيني من كل يونت أنا في عندي ألف ألف يونت كل يونت بتجيني إيرادات 1.22 دولار طيب الآن على المدير أنه يقرر هل يوقع العقد لمدة ثلاث سنوات ولا يحصل على المستودع من السوق الفورية طيب في أنه تكملة أو معطيات لهذه المسألة بحكي لك أنه عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات ها عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات رح يكون كالآتي التكلفة للقدم المربع سنوياً 1 دولار دولار واحد فقط يعني القدم لما أنا أستجر المستودع لمدة ثلاث سنوات أوكي القدم المربع الواحد القدم المربع الواحد تكلفته علي 1 دولار طيب لكن لو أنا إجيت على الخيار الثاني اللي هو أنا بدي أخذ المستودع من السوق الفورية مش رح أستجره مدة ثلاث سنوات يعني كل سنة بسنتها تمام رح يكون عندي سعر القدم المربع رح يكون عندي 1.20 دولار أوكي طيب في أنه K اللي هي معدل الخصم 0.1 0.1 إذن خلينا جيبوا معاي الآن قلم وورقة اكتبوا المعطيات كالآتي عندنا شركة حجم تعاملاتها مع الطلب 100 ألف يونت لكل سنة من الثلاث سنوات القادمة مساحة التخزين ألف قدم مربع لكل ألف يونت هاي تاريخيا الإيرادات اللي أنا بدي أحققها من كل وحدة 1.22 دولار أوكي طيب آخر شيء في المعطيات عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات رح تكون عندي تكلفة القدم المربع سنويا 1 دولار أوكي لكن من السوق الفورية التكلفة عندي رح تكون 1.20 دولار طيب معدل الخصم أوكي 0.1 نرمز له بي K الآن منحسب إيش يكالكوليت نت بريزن فاليو فور إيج كيس أوكي طيب هاي المعادلة اللي إحنا رح نشتغل عليها الآن بشكل مبسط وفي عندي هانا الدسكانت فاكتور أو معدل الخصم اللي هو 1 على 1 بلاس K الآن منحسب إيش نت بريزن فاليو طيب نيجي على إيش الآن المعطيات كتبتوها على الورقة نيجي على الآن إيش خلي معنا الورقة نيجي على case number 1 أو الحالة الأولى طيب الحالة الأولى رح نقسمها لخطوطين step 1 وstep 2 step 1 بدي أحسب إيش expected annual profit اللي هو الربح السنوي المتوقع طيب كيف بدي أحسب هاي كيف بدي أحسب المتوقع أوكي هاي الربح السنوي المتوقع كيف بدي أحسبه بدنا نحسبه كالآتي أنا عندي كم حكينا ركزوا معي الورقة الآن موجودة أمامنا صح 100000 كم 100000 unit طيب 100000 unit بدي أضربها بالإرادات اللي رح تعطيني عن كل unit اللي هي 1.22 صح و بدي أطرحها من كم بدي أطرحها من 100000 unit مضروبة في 1.20 1.20 اللي هي السعر من السوق الفوري تمام طيب هاي رقم اثنين إذن أنا بحكي هون الآن على step 1 أو خطوة رقم واحد طيب كم عندي طلع عندي هون طلع عندي كم 2000 طيب الآن بدنا نيجي نعوض في نت present value بدون إيجار الحالة محنا في إنا حالتين صح ولا لا الحالة الأولانية أوكي اللي إحنا حكينا عنها إنه أنا ممكن أخذ المستودع بعقد أجار لمدة ثلاث سنوات أو إنه أخذه بسعر السوق الفوري الآن اللي بحكي هنا بسعر السوق الفوري إنه بدون إيجار طيب الآن بدنا نعوض في المعادلة كالآتي شوي المعادلة عندي هيا أوكي طيب الآن أنا قيمة C حسبتها اللي هي عندي كم ألفين طيب بلوس C1 ستل عندي C ثابتة قيمتها ألفين لكن رح يكون في عندي الآن إيش رح نحكي على معدل الخصم معدل الخصم شوي بحكي لك 1 زائد كي كم حكينا 0.1 فرح حصير عندي 1.1 زائد 2000 أوكي على 1.1 تربية كم القيمة أوكي اللي هي 5000 تمام و471 دولار حسب إيش الحالة الأولى طيب الآن بدنا نروح على كيس نمبر 2 اللي هي الحالة الثانية تمام لو أنا استأجرت المستودع لمدة ثلاث سنوات شو رح حصير عندي الآن بدنا نحسب إيش زي ما حسبنا الخطوة رقم واحد نحكي هون عندي رقم واحد أوكي اللي هي إيش قيمة الأرباح السنوية المتوقعة تمام لو أنا استأجرت ه لمدة ثلاث سنوات طيب رح نعوض بنفس المعادلة بس أنها في اختلاف في رقم معين ولازم تكون أنتم عارفين الآن طيب أنا عندي 100000 رح نضربها في 1.22 هاي الإرادات ناقص الكوست اللي هي التكليف أنت تحسب الأرباح كده تحسب الأرباح أوكي طيب ناقص كم 100000 ضرب كم ضرب 1 دولار اللي هي السعر سعر شو حكينا 1 دولار سعر التكلفة لي إيش المتر للقدم المربع سنويا للقدم المربع سنويا لأن رح أستأجر لمدة ثلاث سنوات طيب كم رح يعطيني الريزلت هنا كم 22000 الآن نعوض بنفس الشيء اللي هي net present value أوكي هاي بدنا نعوض هون طيب الآن قيمة C كم عندي ها ركزوا معي كم 22000 على أو نحكي plus عندي C1 تمام لأن نحكي على 3 years لمدة 3 سنوات فرح تكون عندي قيمة C1 أوكي C0 عوض 22000 على 1.1 لأن قيمة C0 صارت واضحة الآن اوكي هاي هون بعدين رح كون عندي plus كم 22000 على 1.1 تربيع فرح تكون عندي قيمة كم 60182 طيب معنات وصاف القيمة الحالية للتوقيع عقد الأجار هي كم 60182 مطروحة من كم بدأ أطرحها من كم من 5471 صح ولا لا فلو نيجي الحسب شو بتحكي لك كام الرقم النهائي وفين الرزولت رح تحكي لي 54 711 دولار أعلى من الحصول على المستودع في السوق الفورية مسألة بسيطة جدا ما رح نتعمق أكتر من هيك في هذا الموضوع كل التوفيق لكم جميعا